اشتركوا في القناة كان بياخد مدة طويلة جداً جداً ومحتاج صبر طويل جداً علشان الشعر يقدر يرجع زي ما كان اكيد يا نور وكل السيدة المشاهدين طبعاً عندهم مشاكل كبيرة جداً في الشعر سواء كان تساقط سواء كان تقصف سواء كان هيشان مشاكل كبيرة جداً في الشعر ما بتنتهيش ولكن النهاردة احنا جايبين حل سحري وحل فوري لكل السيدة المشاهدين وهناعرف النهاردة ايه علاقة الدهب بعلاج الشعر طبعاً كلنا عارفين ان الدهب كانوا بيستخدموه من ايام الفرعنة ولكن هنتكلم أكتر تفصيلية مع دفنا المنورن اللي دايما بيدف لنا كل جديد في العناية بالشعر وبشرة دي في النهاردة هو دكتور هاني سروت خبير العناية بالشعر والبشرة أهلا بك يا دكتور ومدورنا يمكن النهاردة بقى موضوع مختلف الله يخليك بوجودك النهاردة موضوع مختلف عشان النهاردة احنا لسه هنتكلم عن الدهب الدهب وعلاقته بالشعر الدهب وعلاقته بالشعر وخصوصا أن احنا كنا منتكلم قبل الهوى أنه ده استخدام من أيام الفرعنة يمكن دي حاجة مش يمكن هي جديدة علينا أن احنا نسمعها دلوقتي لكن من أيام الفرعنة هي معروفة بس خلينا في الأول أسألك يا دكتور هو بالنسبة لمشاكل الشعر هي بتحصل لي أو أي أسبابها مشاكل الشعر كتير جدا بس المشكلة الرئيسية اللي هي بتسبب كل المشاكل اللي بنشوفها مع كل الناس مع الولاد والأطفال مع ستات ورجالة مشاكل التخزيط مشاكل الحاجة اسمها في الطب اسمها بلود اكسجينيشن اللي هو كمية الدم اللي بتبقى وصلة للبصيلة باي تايم مع الوقت بسبب حاجات ممكن من أيدكم منها السترس كمية الدم دي عمالها بتقل وشعرات دماء بتقل أو حجمها بيقل فنسبة الدم اللي وصلة للبصيلة فبتقل فده بالتالي بيأثر على البصيلة فالبصيلة بتبقى ضعيفة جدا لما البصيلة تبقى ضعيفة جدا الشعرات تبقى ناشفة وتبتقي تتقصة وتبتقي حتى اللي مش هكي كتير فده المشكلة الرئيسية لكل الناس دلوقتي وكل الشركات والعلم وكله بيجري على القصة دي انه هو يحاول يحل المشكلة دي اللي هو زي زود كمية الدم لان الدم احنا عارفين انه بيبقى مليان ماتيريال ومانيرلز وبروتينز وحاجات مهمة لتغذية الشعر ايه بتقدر يعني بتغذي الشعر ايه بتغذي الشعر ينه هو ازاي ان انا اقدر ازود الكمية اللي داخل عشان ابقى كده حليت المشكلة من جزرها يعني كل المشاكل اللي موجودة للأسف الشديد بتتحلب من لوكل يعني حاجة سطحية بس ما بتتحلش من جزرها ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دكتور ان بعض الناس اللي بيشتروا اي ادوية او مستحضرات تجميل الشعر او مثلا بيشتروا اي حاجات بقى انت عارف الاعشاب والحاجات اللي منتشرة جدا على السوشيال ميديا بيبقوا عايزين حل فوري ولكن الكلام ده مش يعني ما بيلاقوش حلول وما بيلاقوش نتائج فورية فعلا احنا النهاردة يا دكتور عايزين لكل سادة المشاهدين نتدور على حلول فورية لكل مشاكل الشعر بصي حل فوري لمشاكل شاف ناس عندها يعني في ناس بتجيلي بتبقى شعرها ابيض خالص يعني الدنيا عندها بيضة خالص انا عايز حل فوري وعايز شعر يطلع فلازم نكون لوجيك شوية ابيض يعني مش موجود مش موجود يعني فروط راس بيضة خالص يعني انبارح حد جالي فبيقول لي يا دكتور انا عايز اطلع شعر يطلع اجيب لك شعر منين انت فاهماني فهي الفكرة اني لازم البصيلات تكون موجودة لازم البصيلات تكون موجودة يعني ما يكونش الجزء ابيض خالص عاتليس يعني بقى فيه شوية شعر بسيط حضرتك من خلاله متقدر تطلع شعر تاني ساعد احنا مش هنطلع شعر احنا هنعالج البصيلات اللي مطلعها الشعر البسيط اللي هو الضعيف ده وباي تايم البصيلة دي بتتغزى بتتغزى قوي فتطلع شعر جديد فتزود كسافة الشعر الموجود على فروط راس جميل فاللي بيعمل ده دلوقتي تكنولوجيا سماع النعنو تكنولوجيا دي احدث تكنولوجيا لعلاج الشعر جميل ودي حاجة لسه ريسنتلي دخلة في علاجات الشعر دي موجودة كأننا بنستخدمها في الطب بنستخدمها في العمليات الجراحية بنستخدمها في صناعة الطيرات خالو بنستخدمها في صناعة السفن الحربية يعني حاجة كده قوية جدا لسه ريسنتلي دخلت في علاجات الشعر ومستحضرات التجميل عمتا وجابت نتيجة كويسة جدا طيب حضرك قلتني أنها لعدة استخدمت ولكن النهار ده إحنا جايين عشان نعالج الشعر وكل أستاذ المشاهدين يستفيدوا طيب هي إيه يعني فعاليتها أكتر على الشعر أو بتعمل إيه في الشعر فكرة إنه أنا تكنوليجي فكرة بسيطة جداً كون عندي جزء كبير جداً بكسر جزء ده المليون جزء الجزء الصغير ده يعني بيجري بسرعة يعمل يخترق الأوعية بتاعت الدم ويخترق البصيلة ويخترق طبقات الشعر المختلفة ويروح الأهم طبقة لها طبقة البروتين ويجري غزية دي فكرة إنه أنا تكنولوجي بشكل بسيط جداً ده الحاجة اللي هي بتعملها طيب هي بتتكون من إيه بقى يا دكتور؟ هي تكنولوجيا تكنولوجيا زي أي تكنولوجيا في الدنيا فكرتها بيبع عندي جهاز بجيب الماتيريال وبجيب المادة اللي أنا بقى عايز أدخلها جوا الشعر بتكون كبيرة مش عارفة تدخل تمام؟ وبكسرها بشعاع معين لمليون جزء يعني جزء الواحد بتكسر فعلاً ومش كلام بيكسر فعلاً لمليون جزء هنا واضح قدامني دكتور فيه موضل شعرها أشأر كده معرفش بأي استخدمية إنه أنا تكنولوجيا هنا؟ لا ده 3D إجزامبل بنوضح فيه المشاكل وبنوضح فيه إنه أنا تكنولوجيا ممكن توصل لفين؟ ده كده جزء اللي هو الأطراف الشعر اللي فيه مشاكل بصيلة الشعر لا دي مش البصيلة دي أطراف الشعر يمر ده الطرف الشعر نفسه بس unprotected الطبقة الخارجية بتاعت الشعر مش موجودة ودي البروتينز اللي بتبقى جوه الشعر اللي هي لما الطبقة الخارجية متبقاش موجودة يبتدي تكسر وتبتدي تأصف زي ما احنا بنشوف الشكل الأطراف اللي هي بتبقى 2 و 3 دي زي ما أنتم شايفين بايتايم لما نعالجها الشعر المفروض يبقى شكله هلسي لو خدنا بالنا الـ reverse effect بتاع الشعر شكله شوية خشن ده الشعر من جوه ودي الـ tubes بتاعت البروتين دي اللي هي الـ tubes بتاعت البروتين اللي هي بتبقى موجودة جوه الشعر مش بتغزي ده المكون الأساسي نعم هو كده شكله مش متغزي كده احنا بنغزي الشعر باللبز والـ anti-oxidant والبروتين والدهب والكولوجين والبروتينز وكلام دي كلها لو خدت بالك شكل الشعر بيتغير شكل الطبقة الخارجية اللي حوالين الشعر بتتغير لو سأزينكم بس نكمل الفيديو نكمل الفيديو لو بصوا خدت بالكوا الطبقة الخارجية بس نقف هنا الطبقة الخارجية اللي هي بره دي كان شكلها متعارج كده فيها تعالجات فيها حرشيف بقت ملساء بقى شكلها ملساء كده بعد العلاج يا دكتور ده بعد العلاج ده بعد العلاج ده بعد العلاج باي تايم اللون اللي هو اللي بقى نفسيه مش مفروض ده أنا بقى نفسيه اللون ده بيوصل لحد اللون الأحمر باي تايم بيوصل لحد اللون الأحمر دي فكرة ان انا تكنولوجي ان انا ادخل جوه الشعرية من جوه وعالج مشاكل الشعرية من جوه وبتدي أطلع على بره فكرة الأفكار عمتا أو العلاجات اللي موجودة عمتا بتشتغل من بره يعني ما بتخشش جوه ما بتدخلش للتيوبس بتاعت البروتين وتعالج زي ما احنا شايفين كده باي تايم الشعر بيتحول بيبقى كده طبعا ما بيبقاش ناعم هو بيبقى هيلثي الشعر الهيلثي المفروض نهو يكون بيلمع يبقى فيه لمعها طبيعية تمام؟ ويكون يعني الشعرية ملساة كده زي ما احنا شفناها في الفيديو طيب احنا في البداية قبل الفكرة واحنا كمان في الانترو قلنا ان الدهب ليه علاقة شديدة جدا بعلاج الشعر وكانه زمان في الفرعنة بيستخدمه عدة استخدمات النهاردة هنتكلم يا دكتور تقول لي ايه دور الدهب في علاج مشاكل الشعر المختلفة طيب انا هكملك بس المعلومة الدهب ايام الفرعنة كان الكهنة بيستخدمه كأنه حاجة سحرية يعني الخلطة السحرية وكان كمانها غالي جدا ما كانش بيحصل عليها غير الملوك والأمراض كانت بتحطي على الشعر وبتحطي على الجلد كان بيدي ايفاكت اكتر من رائع بس بمجرد اكید ذهب يعني اكید لازم يدي طبعا يعني كان بيدي ايفاكت جميل جدا جدا فما كانوش عارفين الدهب بيعملي فلا اوه بيعمل حاجة زي الكولوجين كده يعني بيدي ايفاكت نفس الافاكت بتاع البروتين بتاع الكولوجين بيعمل تجديد للخلايا بيعمل طنشيط للخلايا� بتاعة البشرة وبيعمل طنشيط للخلايا الشعر فكان غالي جدا فاخدوا الفكرة من الفراعنة وابتدوا يطبقوا عليها نانو تكنولوجي دهب كدهب وجوده في اي مادة لازم ناخد بالنا ما ينفعش اشتري اي حاجة يكون فيها دهب ما تكونش معمولة بالنانو تكنولوجي لانه مش معمولة بالنانو تكنولوجي هيبقى مضر مش هيفيد يعني لو داخل في جزئات ودهب بس مش معمول بالنانو تكنولوجي هيبقى مضر ليه بالنانو تكنولوجي علشان خاطر الدهب جزئ كبير وده جزئ مثل يعني حاجة تقيلة لو مش معمول بإنعانو تكنولوجي بينزل زي ما هو على الشعر أو بينزل زي ما هو على الجل الشعر ما بيستفدش منه كمان بيسد المسام بيدخلني يبقى في مشاكل تانية بعد بيؤثر بالسلب عليه إنما بقى لما بإنعانو تكنولوجي بيتكسر لمليون جزئي الجزئي الكبير ده بيتكسر لمليون جزئي فبيدخل للتيوبس اللي احنا شفناها من شوية دي ويبتدي ملاها يريفة للتيوبس فالفوليوم بتاع الشعر يبتدي يزيد وبيدي اللامعة زي ما قلتلكم اللامعة اللي هي الطبيعية اللي احنا شفناها تمام؟ بتدي شعر بيبقى شكله لامعة وبقى شكله صحي وبيساعد في إعادة بناء التكوين الداخلي بتاع الشعر فقد إيه مهم جدا 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 وجوده بس بشرط يكون معمول بإنعانو تكنولوجي هلو قوي طيب إحنا عارفين إن الكولوجين كويس جدا جدا علشان البشرة ومشاكل البشرة كلها بس مش عارفين أهميته بالنسبة للشعر إيه يا دكتور فيريد توضح لنا أكتر هو الكولوجين فعلة مهم كمان للشعر بصراحة الكولوجين مهم جدا 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 recent technique برضو مع أننا تكنولوجي الكولوجين إنتي تاخدي الكولوجين بتاع البشرة تحطيه للشعر الموضوع كان شوية يعني إيه ده ده في حاجة ده جنون ده إنتي تجيبي حاجة للبشرة تحطيها للشعر بس يا الفكرة الشعرية بتبقى طالعة منين؟ بتبقى طالعة من حوالين الجلد يعني بيبقى حواليها جلد لو الجلد ده فيه مشكلة والشعرية كويسة جدا والبصيلة كويسة جدا باي تايم الشعرية هتتأثر بمشاكل الجلد تمام؟ لما عملوا الكولوجين بالنعنى التكنولوجي لأنه هو كمان بيدخل في التيوبس لأنه بروتين من البروتينات اللي هي مهمة للشعر أو ليه الجلد؟ لأنها بيدخل جوة التيوبس اللي احنا شفناها في الفيديو لما بتادوا يعملوا السورفي أو ريسورشز عليه لأنه بيعمل إلاستيسيتي للشعرية احنا أورادي فكرة الكولوجين على الجلد بيخلي جلدنا مرن ده بروتين بيخلي الجلد مرن لما دخل جوة الشعر من جوة لأنه بيعمل إلاستيسيتي مرونة الشعرية بتبقى مرنة فيه ناس كتير بتشتكين شعرها مشدود يعني شعرها كده بيبقى ناشف واقف الكولوجين بيخلي الشعرية تبقى إلاستيك يعني مديه تسلق بيبقى انسيابي كده وشكله طبيعي فكولوجين مع ده مش عايزة أقولكو يعني تأثير أكتر من رائع جميل إحنا بنسمع بعض السيدات وبعض البنات تقولك أنا راح أعمل الكرياتين أنا راح أعمل بروتين وطبعا كان فيه ضجة كبيرة أو في الفترة اللي فاتت على المنتجين دول ولكن أنا عايزك توضح لي أكتر إيه دور الكرياتين للشعر وإيه دور البروتين للشعر تصحيحا برضو المعلومة لأن دي برضو بنلاقيها كتير قوي هما مش منتجين هما منتج واحد الكرياتين هو البروتين الكرياتين ده بروتين طبيعي ربنا خارقهن في الجسم عاش ده لازم عشان الضوافر عشان الجلد عشان الشعر الشركات بتحاول نيه تفرق أو تدفرنشيات ما بين الكرياتين وما بين البروتين عشان تدخل يعني تدخل ده في حتة اسمع بوزيشنين في الماركت وده في حتة تانية تمام إنما علميا الاتنين واحدة والكرياتين ده حاجة مهمة جدا جدا للشعر لأنه عبارة عن 90% من مكونات الشعر عدم وجوده أو نقص وجوده ده بيسبب مشاكل كتير جدا في الشعر الكرياتين انت بتحاول انت تجيبي مادة من بره وتدخليها جوه الشعر بيعمل مشاكل كان بيعمل مشاكل لفترة الفتأة وناس وقتا عنه فيه تباك غلط آه ده لأنه كتب الكالي فيه آه لأنه مش معمول بالنانو تكنولوجي في الجزيات كبيرة فلما تيدخلي جوه الشعر الشعر ما استفدش منه يكسر البروتين şuعر ده لها الشعر الشعر بيحصل فيه مشاكل كتير جدا انما لما يكون معمول بالنانو تكنولوجي وهي صغير جدا 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 فيختارج بسرعة من غير ما يكسر البروتين ذي الموجود ده نفس الفكرة بتاعتي البروتين ولكن البروتين كويس كراتين وحش لا والبروتين هو الكراتين هي هي نفس الفكرة بس كله دلوقتي بقى يحاول يجري ناحية النهارة تكنولوجي بحيث انه هيجيب إفاكت هي دي فكرة نجيب نتيجة سريعة للشعر نجيب نتيجة سريعة للشعر طيب دكتور بقى أنا يعني احنا اتكلمنا عن الثلاث مواد الكولوجين والبروتين والدهب وعرفنا اهميتهم كل واحدة على حي ده ايه لو احنا بقى جمعنا الثلاث مواد دول مع بعض ممكن يطلعونه ايه وممكن يكون النتيجة عاملة دي كنبيلة هيدروجينية بجد نتيجة اكتر من رائع ننتيج جمعت بروتين كنبيلة حلوة كنبيلة حلوة جدا جدا وتأثيرها اكتر من رائع تقريبا هيعالج كل مشاكل الشعر المختلفة نعم تقريبا هيعالج كل مشاكل الشعر المختلفة بصي هي الفكرة ان انا عالج بمشكلة الاساسية اللي هي نقص الدم لو عالجتها قبص انا عالجت كل مشاكل الشعر فكرة ان انا تكنولوجي ان هي توصل للبصيل عشان تعمل ده معانا كيس اوكي دي اشتغلنا عليها قريدي بتشرح كل اللي احنا بنقوله فروت الرسلونها ابيض ابيض خلو معناها ان مافيش بلود اكسجينيشن مافيش دم واصل للبصيلة مافيش تغزيل فبالتالي الشعرية طلعة ضعيفة عملنا له السيشن بتاعة ان انا تكنولوجي باري سامبل واي بالطريقة اللي احنا شايفينها دي بتحط الكريم على الشعر طريقة بسيطة جدا طبعا بعد ما بنخسل بشامبو ارجانيك عشان لو فيه اي حاجات على الشعر نبتدي ننضفها نبتدي نحط الكريم بالشكل ده ونبتدي ندلج به فروت الرسل هنلاقي فيه تأثير وقتي يعني هنلاقي فيه تأثير هنلاحظ ان فروت الرسل تغيرت انتو هتشوفوها دلوقتي بعينيكم هنلاحظ ان الفوليوم بتاع الشعر تغير هنلاحظ ان لون الشعر نفسه تغير تلات حاجات مهمة جدا بتقولي الحاجات اللي انا بستخدمها دي نتيجتها كويسة ولا لأ معمولة بالنانو تكنولوجي ولا لأ ممكن اعرف دي معمولة بالنانو تكنولوجي ولا لأ من الإفاكت بتاعها لو جابت معي إفاكت وقتي يبقى دي فعلا معمولة بالنانو تكنولوجي احنا شايفين فروت الرسل هي بتبتدي تغمقق أو تحمر يعني ده معناه ان الدم بتده يشتغل الدم بتده يجري يروح للبصيلة ابتده يغزي فأونسبوت كل الماتيريا اللي داخل الداخلت للبصيلة فغازت الشعراء فالشعراء بتاعت تشرب بس استخدت منها جدا طبعا طبعا هاي اللي دكتور عشان برضو كل سادة المشاهدين يعني المشاهدين نقدر نوضح لهم المنتج ده يعني هو مش جهاز ولا حاجة هي مجموعة كريمات داخلها نانو تكنولوجي ممكن أي حد من خلال الأرقام اللي على الشاشة هيقدر يحصل عليها ويستخدمها بسهولة في البيت بتستخدم في البيت بسهولة جدا زي ما انت شايفك أني بسته بعمل أبلاي للمادة كده على الشعر كأنها حمام كريم كأنها شامبون طبعا الحاجات اللي دي احنا بنستخدمها عادي في البيت كل يوم ولا ليها مواعيد بقى لطبا السيشن بتتعمل مرة واحدة بس في الشهر بس في حاجات راجلة زي الشامبون زي الماسك زي السيروم بيستخدم كل يوم دي نتيجة بعد 30 دقيقة يعني النتيجة دي وصلنا لها بعد استخدام بعد أول سيشن بعد 30 دقيقة ودي كانت سيشن معمولة في البيت تمام فحاجة يعني مرزن هايلا هايلا يا دكتور خدنا بقى لنا لون الشعر تغير طبعا فروت الشعر لنا خدت الجلد بتاع الشعري بقى فيه احمرار أكتر ده دم يعني معناه أعتقد أن فيه الأواعي الدموية طالعة الدم بتادي يشتغل وهو بتادي يوصل للمسائلة بشكل خدت بقى لون الشعر لون الشعر نفسه بتادي شعرها بتادي تتقل بايتاين بقى تخياله حد بيستخدم يعني حاجة بتجيب إفاكت من أول مرة ودي كانت رير جدا على الحاجات بتاعة الشعر ودي أحدث حاجة دلوقتي في حاجات الشعر أو في المنتجات بتاعة الشعر فبجد حاجة أكتر من هايلا بنتجاتها كويسة جدا موضوع كمان سهل وبسيط الاستخدام في البيت ده طبعا يعني هيسهل لناس كتير أنها جلسة أو نروح ساشن يعني الكريمات زي ممكن نحصل عليها من خلال الأرقام اللي موجودة قدامنا على الشاشة ويستخدمها بسهولة كمان في حاجة المنتجات بتاعة الشعر الناس من كدر ما بتلاقيش نتيجة ما بتكملهاش ما بتمشيش عليها بس يعني دي كيس حاضر هنشرحها أوكي دي كيس كتير قوي بنشوفها السيدات اللي بيحصل عندها نحلان يعني بسمها الشعر نحل الشعر بيفضى شوية الشعر ابتدى يفضى شوية زي ما أنتوا شايفين الشعر الصور المتغير الشعر بيبتدى يفضى فده طبعا ضعف من قدام ومن النص كده شوية دي مش كده بنواجهها كتير جدا جدا مع سيدات كتير أو على فكرة وحتى بنات صغيرين أوكي بستخدم حاجات كتير بتجيب معاها نتيجة فرشور سمحت بس نجيب الصورة اللي فاتت عشان الصورة اللي فاتت دي مهمة قوي ممكن نرجع بصورة أهيد تمام بتستخدم حاجات كتير وبتعمل حاجات كتير بس الست زي دي أو بنت زي دي ممكنت باستخدام الحاجات اللي ما جابتش معاها نتيجة وصلت لمحالة اليأس فخلاص نروح لابس الحجاب لو كانت مش محجبة واتغطي شعرها وبوازي شعرها أكتر لأن هي كتمت اللي هي البورز اللي هي الياس يعني لو كانت بشعرها بيتنفس شوية هي قامت بطياء فقامت بطياء للأسف فبتدين عملنا معها السيشن بتاعت النهانو تكنولوجي ودي كانت النتيجة وكانت الست كانت يعني مش مصدقة نتيجة أكتر من هايلة هايلة طبعا بكيز نشوفها كتير قام دي تقريبا زي اللي فاتت بس هو الجزء اللي في النص بالزبط بتدى الشعر يخف يخف لو خدنا بالنا لون الشعر نفسه من عند فروط راس لونه متغير بتدى يضعف نزيمات بتدى تضعف فيه خلل يعني فيه خلل في فروط راس لون فروط راس لو خدت بالك مرة لونها أبيض 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 صريح نحلة الجزء ده فمحتاجة ان انت تجري بسرعة تلحق تغذية عشان تشتغل على دي بصي الكيس دي برضو حاجة كده يعني أكتر من رهيبة دي بعد ثلاث شهور صعبة جدا الكيس دي بعد ثلاث شهور انت توصلي للنتيجة دي دي كانت حاجة روعة أو على الفكرة بايزوية كان رايح لمرحلة الصلعة الكيس دي كانت رايحة لمرحلة الصلعة اشتغلنا عليها بالساشن بتاعت النعنة تكنولوجي أخذ سيشن أو أخذ سيشن وعملتها في البيت تمام وكانت النتيجة دي بعد ثلاث شهور والتشيز بالنسبة الحاجة للشعر دي حاجة ثلاث شهور وهو كان خلاص داخل على اليأس يعني الشكل الأولاني القبل ده شايفينه ده لو حد عنده كده ده ييأس ويعطه البيت خدتوا بالكو ألوان الشعر مختلفة ازاي؟ لأ أنا فوحدة بالي انك غير الألوان الشعر الشعر بقى صحي ولمعان أكتر الشعر يقلمع أكتر فروط الراس لونها مختلف دي بقى برضو حاجة من الحاجات اللي بنقابلها كتير دي حاجة ستة كبيرة طبعا من المنتجات مش بتشتغل بس على الثاني الصغير اللي بتشتغل على نازل هو برض شعر شعر وتفر الثاني كم بنشتغل عليه لو خدت بالك بص لون الشعر يا مارو بص الهياشان الشعر ناشف قردي فروط الراس بيضاء بصي بعد أوكي؟ بعد السيشن الشعر يبتدى لونه ويتغير تماما واخد بالي واخد بالي في سيدات كبار وفي نتائج هيلة جتن حضرتك وصلت لها طبعا مع استخدام النانو تكنولوجي حاب بسأل حضرتك بقى الأعمار اللي ممكن يستخدموها لأن احنا بقينا نشوف أطفال هل أمينة يا دكتور على الأطفال على الناس الرد على الناس الحوامل على كبار السن برضو عشان كل السادة المشاهدين يقدروا يستفيد الحاجات دي أورجانيك أورجانيك يعني ما فيهاش كيميكالز فممكن يستخدموها الأطفال بالنسبة للستات الحوامل ويريكماندين يبقى بعد ثلاث شهور يعني أي ستة حامل بين ريكماندين هي ما تستخدمش أي حاجة واتفر حتى لو كانت أورجانيك إلا بعد أول ثلاث شهور من الحمل أحتياطيا حاجة كده أحتياطيا أه عشان خاطر البابي بعد ثلاث شهور ممكن نستخدمها عادي جدا 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 خاصة كمان إحنا عندنا الجزء اللي هو الحوامل والردع ديورنج الحمل أو ديورنج فترة الرضاعة بيحصل سقوط للشعر بشكل فظيع جدا لا يا ستة انت عندك الحل النهاردة جاي لك حاجة هتديك إفكتة فظيعة هتديك إفكتة رؤى وأمانة وسهلة وسريعة وأمانة وسهلة وسريعة وهتعملها في البيت وفي البيت مجد دكتور إحنا للأسف طبعا خلصت ولوقت بيخلص معك بسرعة جدا عشان بنعانج الشعر يا دكتور احنا جبعا استفادنا جدا واعتقد ان كل الناس اللي شافت الحلقة النهاردة أكيد استفادت جدا عرفنا النهاردة أحدث العلاجات اللي توصل لها الطب والعلم فيه يعني اعتقد ان هو حل أمسا لكل مشاكل الشعر سواء سقوطها يشان ضعف كل حاجة كان ضفنا النهاردة اللي منورنا دكتور هاني سروت خبير عناية الشعر والبشرة بجد يا دكتور مرسي جدا جدا مرسي على وقتك معينا شكرا لكم بشكر حضرتك جدا كان لسه معنا أسئلة كتير ان شاء الله نستكملها في حالات تاني اكيد مشاهدين فقرتنا انتها تستنونا فقرات متجددة دايما من الطبيب اشوفكم على خير وإلى اللقاء